السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف الثالث الفندقي نظام الثلاث سنوات أقدم لكم أولى حلقات الإدارة الفندقية الإدارة الفندقية تعتبر من المواد المهمة جدا في مجالات الفندقي بصفة عامة لأنها بتدخل في جميع الأقسام الفندقية أنتم عارفين طبعا الأقسام الفندقية كبيرة جدا منها المطبخ والمطعم والإشراف الداخلي وهي من المواد المهمة جدا في جميع الأقسام لأنها طبعا أنتم عارفين أن الإدارة الفندقية من عصب المواد الفندقية اللي موجودة عندنا في التعليم الفن طبعا الإدارة الفندقية أهم حاجة عندنا أن نعرف إيه هي الإدارة الإدارة دي أن ندير مكان أي أن كان المكان منشأة حكومية أو منشأة خاصة الإدارة دي أن ندير المكان ده من حيث جميع الجوانب بتاعته يعني إيه؟ جوانب أي مكان بتبدأ هيكل تنظيمي للمكان ده لو أنا ما قدرتش أدير المكان ده بجميع الهياكل التنظيمية اللي موجودة فيه عمري ما أعرف أنجح في المشروع بتاعي أو المنشأة بتاعتي أو أحقق النجاح بتاعي تمام؟ إحنا دلوقتي عندنا تعريف الإدارة الفندقية يعني هنعرف إيه هي الإدارة الفندقية بصفة عم الإدارة الفندقية ديت وظيفة مستقلة عن المجال الإداري المجال الإداري ده بيشمل جميع الإدارات أو جميع العوامل الإدارية اللي موجودة فيه الهيكل التنظيمي بتاعي طبعا الإدارة الفندقية ديت طبعا إحنا هنتكلم عن الإدارة الفندقية بصفة خاصة لأن إحنا هنتكلم عن الفندق وهنتكلم عن إيه هي المجالات اللي موجودة في الفندق وإيه هي أقسام الفندق بعد كده إن شاء الله في الإدارة الفندقية الإدارة الفندقية ديت من أهم المواد اللي الطالب لازم ياخد في جميع الأقسام المادة دي ليه؟ لأنه هو أما بيخرج لسوق العمل بيحتاج المادة دي جدا 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 ليه؟ لأنه هو في سوق العمل طبعا مش إنه هو يشتغل بس ليه؟ لأنه هو لو يشتغل بس عمره ما هينجح ليه؟ لأنه هو لو الوظيفة بتاعته مهنة فقط عمره ما هيقدر يطور من نفسه وعمره ما هيقدر يكمل مشواره في الشغل بتاعه أو المهنة بتاعته الإدارة دي لو أنا مثلا عامل مشروعة والمشروع ده أنا شغال فيه كمهنة فقط وما درتوش ما درتوش صح يعني إيه ما درتوش صح؟ يعني الناس اللي شغالين معايا ما درتش أقول مثلا مواعيد الحضور والانصراف بتاعتي مزبوطة لو أنا مثلا قلت الناس ديت شغالين معايا بس ما دتهمش حوافز الناس ديت ما اشتغلوش معايا ما دتش لكل واحد حقه في الشغل بتاعي أو المنظومة بتاعتي معنى كده إن أنا مش هلاقي أي حد يتفاعل معايا أي حد يتفاعل معايا في المنظومة بتاعتي ومش هطور من الشغل بتاعي يعني إيه مش هطور من الشغل بتاعي؟ أنا دلوقتي أما أكون في مشروع بفتح مشروع هقدر أطور من المشروع بتاعي إزاي؟ هقدر أطور من المشروع بتاعي إن أنا أدي لكل واحد حقه بيشتغل معايا مش معنى إن أنا مثلا فتح مشروع يبقى أنا الوحدي بس إن أنا النجحة لأ طبعا لازم كل كل الموظفين اللي موجودين معايا من أول المدير لحد آخر واحد في المنظومة بتاعتي لازم يكون شغل كويس جدا ولازم ياخد حقه عشان يدي المكان ده حقه وإنتوا عندوكم فرصة كبيرة جدا في التعليم الفني إن أنت تقدر تكون إدارة فعالة جمدة جدا ليه؟ لأن الإدارة الفندقية مش منظومة مستقلة بس لأنها هي تعتبر كوظيفة بدير بها المشروع بتاعي لأ أنا دلوقتي المشروع بتاعي لو مش منصق ومش شغال كويس بجميع مجالاته يبقى أنا كده مش شغال كويس والمشروع بتاعي مش هيوصل للهدف بتاعي عشان كده إحنا بنقول أنتوا عندوكم فرصة كبيرة جدا إن أنت عندك مهنة وعندك إدارة كويسة ليه بقى؟ لأن أنت تفتح مشروع إن شاء الله بعد ما تتخرج تبدأ تفتح مشروع مش هتقدر أن أنت تقول مثلا لأ أنا شغال في مهنة والمهنة دي هفتح فيها مشروع والمشروع بتاعي يبقى كده هنجح لأ طبعا لازم المشروع بتاعي ده لازم إدارة فعالة معايا عشان أقدر أشتغل في المشروع بتاعي وأقدر أحقق الأهداف بتاعتي المنشودة الإدارة الإدارة الفندقية الإدارة الفندقية ديت يعني إيه؟ إدارة أنا مثلا ممكن أفتح مشروع مثلا زي فندق مثلا تمام؟ الإدارة ديت عندي مثلا موظفين استقبال عندي موظفين إشرف داخلي عندي موظفين خدمة غرف عندي مطبخ عندي مطعم عندي الأشكال الفنية دي أو الأعمال الفنية دي كلها مين اللي هيدير الاعمال الفنية دي كلها طبعا انت حضرتك لو مش عارف اي حاجة عن الادارة دي يبقى انت مش هتقدر تدير المشروع بتاعك كويس كده انا ممكن وفي فنادق كتيرة جدا بيقولوا لبعض الشركات تعال ديرلي المشروع بتاعي ليه لانه هم ما عندهمش دراية كافية بادارة المشروعات يبقى احنا دلوقتي فرصتنا كبيرة في ايه ان احنا هنتعلم ازاي ندير المشروعات وفي نفس الوقت عندنا المهارة الفنية اللي هتقدر تخلي المشروع ده ينجح مع الادارة دي طبعا الادارة دي طبعا احنا مش هنقدر نقصها ببعض المقاييس لان الادارة دي حاجات كتيرة جدا عمل فني وعمل اداري وكله مرتبط ببعضه لو حاجة منها فشلت طبعا احنا مش هنقدر نحقق الاهداف المنشودة من المشروع بتاعي تمام النهاردة ان شاء الله اول حاجة هنعرفها في الباب الاول طبيعة الادارة الفندقية عايزين نعرف تعريف الادارة الفندقية التعريف بتاعي هي وظيفة مستقلة بذاتها عن العمل الفني يعني ايه وظيفة مستقلة بذاتها احنا دلوقتي زي ما انا قلت لو انت عامل مشروع انت ملكش دراية او ما عندكش دراية بالجزء الاداري انت عمرك ما هتعرف تدير المشروع ده طبعا الوظيفة دي ما ينفعش ان انا اقول لا انا هدير المشروع بتاعي وانا ما عنديش دراية كافية عنها لا لازم ادير المشروع بتاعي ولازم اعرف ايه هي المقاييس اللي بيقاس عليها المشروع بتاعي تاني حاجة عندنا الفندق الفندق اللي احنا هنشتغل عليه يعني ايه فندق ايه هو الفندق ده الفندق ده يعني مكان بيجي فيه النزلة عشان يستريحوا فيه يعني مثلا السائحين ممكن مثلا من اهالي البلد نفسهم يبقى يلاقي مكان يقعد فيه ايا كان نوع الفندق وايا كان تجهيزاته يبقى هو المكان تعريف الفندق اللي المفروض نقوله صح في طبعا بيبقى تعريف موجود لازم نقوله في الامتحان ولازم يكتب زي ما هو بالزبط هو مبنى او خدمة مبنى يقدم خدمة معينة للنزلاء الموجودين فيه طبعا الخدمات اللي موجودة في الفندق عندنا خدمات كتيرة جدا خدمات اقامة اغزية ومشروبات خدمة غرف اشرف داخلي كل حاجة النزيل بيطلبها بيلاقيها موجودة عنده وطبعا كل فندق بيختلف عن فندق تاني ليه؟ لان احنا عندنا درجات للفنادق وعندنا انواع للفنادق كتيرة جدا يبقى عندي تعريف الفندق هو مبنى يقدم خدمة الاقامة والاطعامة والمشروبات مقابل اجر يعني انت طبعا مش هتقعد في الفندق وتأخل وتشرب وتقيم من غير اجر معين طبعا لازم كل حاجة بتقدم ليه بتبقى ايه؟ باجر معين بعد كده هنعرف ايه هي خطوات انشاء ادارة فعالة اللي احنا لسه قيلين عليها عشان يبقى مشروع ناجح ويبقى مشروع ناجح بكافة المقايز بتاعته اول حاجة بنحدد الاهداف العامة للفندق ايه هي الاهداف العامة للفندق؟ احنا طبعا عندنا الاهداف العامة للفندق هي تقديم جميع الخدمات للنزلاء بكافة الوسائل وكافة تقديم الراحة للنزيل يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو عندي فندق صغير لسه بادئ جديد مش هيبقى مثلا عندي باركنج للعربيات مش هيبقى عندي صالة حفلات مش هيبقى عندي خدمة غرف كافية مش هيبقى عندي جميع وسائل الايه؟ العاشة للعملاء تمام؟ بعد كده يعني لو انا عندي هو ده الهدف بتاعي عمري ما هعرف اطور منه ليه؟ لان هو ده اقصى هدف لي لأ طبعا انا دايما لازم احط اقصى هدف لي اللي هو الاهداف العامة للفندق ان انا عايزة اهداف اوصل لراحة الفندق اكسب من وراه اخليه احسن فندق في الدنيا اخليه فندق عالمي دي طموحاتي بس قبل التموحات دي لازم بيبقى فيه اهداف خاصة اللي هي الاهداف الفرعية لكل ايه؟ لكل هدف عام طبعا الاهداف الفرعية ان انا اطور او احسن من كل جزئية عندي في الفندق يعني مثلا انا دلوقتي عندي اقامة الحفلات اقامة الحفلات انا ما عنديش صالة حفلات كافية في الفندق او مثلا صغيرة لان الفندق بتاعي صغير طبعا بعد ما حقق نجاح في الهدف الصغير ده احاول ان انا اطور من نفسي عشان احقق هدف اعلى منه ليه؟ لان الهدف الرئيسي والعالي عندي اللي هو الهدف العام للفندق بتاعي ان هو يبقى فندق عالمي تمام؟ كويس كده ان احنا لازم يبقى عندنا صقف او حاجة كبيرة للمشروع بتاعي ما قفش عنده حاجة معينة للمشروع بتاعي المشروع بتاعي ده طبعا كل واحد فينا لازم يبقى احسن مشروع في الدنيا ويحقق ربح ويحقق مستوى عالي ويحقق كل الاهداف اللي انا نفسي احققها طبعا كل طالب فيكو فيه في دماغو حاجة معينة طبعا كل واحد على حسب القسم اللي هو فيه الاقسام زي ما احنا قلنا انت بتدخلها على حسب رغبتك الاقسام ديت كل واحد فينا لازم يبقى له هدف من بعد ما تخلص الدبلوم ما فيش حاجة اسمها دبلوم انت ممكن بعد ما تخلص الدبلوم يعني مش عيب ان انت في دبلوم لا طبعا الدبلوم ده ممكن يكون احسن من اي كلية ليه لان انت حاطف لنفسك هدف معين او هدف عام او هدف كبير ان انت هتبقى حاجة في يوم من الايام ايه بقى الهدف الكبير اللي انت حطه لنفسك ده طبعا مش هيجي من الهوى طبعا هيجي من اهداف صغيرة كل ما تحقق هدف صغير اللي هو الاهداف الفرعية اللي احنا قلنا عليها كل ما تحقق هدف صغير هتلاقي نفسك بتحقق الهدف اللي بعده بتقول طب وانا ليه ما اعملش الهدف اللي بعده طب وانا ليه ما اعملش الهدف اللي بعده طبعا ده بيجي من تخطيط اللي هو الجزء التاني بتاعي اللي هو تطوير النظام العمل لتحقيق الاهداف الفرعية ان انا اما اقول الهدف الفرع بتاعي ده انا حققته تمام انا عايزة بقى احقق الهدف اللي بعده الهدف اللي بعده ده هيتحقق ازاي ان انا حاطت خطة اصلا انا حاطت خطة للاهداف بتاعت دي القطة دي لازم بيبقى لها خطوات عشان اشتغل فيها الخطوات دي بتيجي ازاي او بتيجي منين انا وانا من سنة اولى لسنة تالتة داخل التعليم الفني الفندقي عشان احقق حاجة معينة ان انا مثلا اول حاجة اشتغلت فيها مثلا ستيورد في فندق بعد كده اشتغلت اتطورت في الشغل بتاعي والمدير لقاني بشتغل كويس وعندي مهارات كويسة بدأ ان المدير يقول ايه ان لأ الشخص ده الشخص ده كويس جدا معايا ولازم اطور اطوره معايا ليه لانه عنده مهارات وعنده جاذبية للاهداف بتاعته يعني ايه جاذبية للاهداف ان انا كلما بحقق هدف عايزة حقق الهدف اللي بعده كلما بحقق هدف عايزة حقق الهدف اللي بعده لحد ماوصل لقمة الاهداف ايه هي قمة الاهداف؟ القمة الاهداف ملهاش قمة لان كلما بتحقق هدف كلما بتعوز تيه حقق الهدف اللي بعده كلما بتعوز تحقق الهدف اللي بعده تمام كده؟ طبعا انتو التعليم الفني الفندقي في بعض الكوادر العالية جدا وفي بعض المهارات الطلبة هم مش حسين بنفسهم اصلا ما بيحسوش بنفسهم اللي في سنة تالتة وفي سنة تانية وتالتة اما يشوفوا نفسهم ان هم بدأوا ان هم يمسكوا او يعرفوا مهارة معينة ويبدأوا يبدعوا في المهارة دي المهارة دي طبعا انتو يعني اقول لكم ايه يعني طبعا التعليم الفني ده باهم حاجة في التعليم الفني ان هو الكوادر الفنية او المهارات الفنية المهارات الفنية دي لو اشتغلت على المهارة الفنية اللي انت حابب ان انت تشتغل عليها دي هتبقى احسن هدف بتحققوا ليك لان كل ما بتحقق الاهداف على حسب المهارات اللي موجودة عندك طبعا دي بتحقق كل اهدافك وبتوصل لهدف القمة اللي انت عايزه طبعا واحنا قلنا ما فيش هدف قمة لان الاهداف ملهاش قمة لانه كل ما بتحقق هدف بتقول لا انا عايزة حقق الهدف اللي بعده لا انا عايزة حقق الهدف اللي بعده وده طبعا جزئية مهمة جدا ولازم تحطها في دماغك ما ينفعش ان انا مثلا اشتغلت في فندق ده كويس او ان انا اشتغلت في فندق لا طبعا انت اشتغلت في فندق حاجة صغيرة حط لنفسك سقف من الهدف الاهداف صغيرة وبعدين بتكبر معاك واحدة واحدة الاهداف دي اول حاجة طبعا مدير الفندق لازم يشوف ايه هي المهارات اللي موجودة عنده عشان يستغلها عشان يستغل الكوادر اللي عنده دي لان الفندق لو المدير بتاعه ناجح وعارف ان هو بيشتغل صح ازاي لازم هيستفيد من جميع المهارات اللي موجودة عنده ليه لانه لو ما استخدمش جميع المهارات اللي عنده في الناس اللي شغل معاه ايا كان ايا كان شغل في الادارة في شغل استيوارد في شغل اشرف داخلي في المطعم في المطبخ كل جزء من الاجزاء دي لازم المدير يبقى عنده خبرة عنها ليه لان انا ما بقى مدير ناجح وعايزة انجح الفندق بتاعي او المشروع بتاعي لازم استفيد من المهارات دي مهارات جميع الكوادر دي لازم استفيد منها بكل المقاييس ليه عشان احقق اعلى هدف لي واعلى هدف لي ان انا اخلي المشروع بتاعي او الفندق بتاعي ده احسن فندق في العالم زي ما احنا هنعرف بعد كده طبعا الفنادق وانواعها طبعا ده درس من الدروس اللي احنا هنعرفها بعد كده ان شاء الله طبعا تطوير العمل ده من اهم الاهداف اللي احنا الفرعية لان طبعا لو طورنا الاهداف الفرعية هنبدأ ان احنا هدف فرعي بعد هدف فرعي هنبدأ ان احنا نطور في الاهداف هنوصل للاهداف العامة بتاعتنا اللي هي يبقى فندق نجاح بعد كده بحقق موازنة مالية طبعا انا ما اعرفش اعمل مشروع غير بعمل موازنة للمشروع ده يعني انا مثلا ممكن افتح مشروع من غير معرف ايه هي الموازنة بتاعتي طبعا انتو بتاخدوا محاسبة ومحاسبة التكاليف والمحاسبات دي طبعا دي بتساعدكو على اقامة موازنة لكل جزئية من جزئيات المشروع يعني ايه كل جزئية طبعا المشروع بتاعنا مش جزئية واحدة المشروع بتاعنا مزيقات وبتكون المشروع كله يعني ايه جزئيات طبعا احنا لو اتكلمنا عن الفندق مثلا الفندق ده اقسم كتير جبدا وكلها مرتبطة بعض لو احنا قلنا الفندق فندق بس لا طبعا الفندق ده استقبال مكاتب امامية حجوزات عندنا اشرف داخلي عندنا مطاعم عندنا مطابق عندنا كل حاجة في الفندق مرتبطة بعضها يعني ايه مرتبطة بعضها يعني مثلا النزيل لو جيه ملقاش استقبال كويس ملقاش مثلا قعد فترة على عمل الحجوزات وخدوا منه البيانات واستقبلوه خد مثلا خد الفترة الطويلة ديت على ما طلع الفندق بتاعي انا طبعا لو طلعت الغرفة بتاعتي النزيل مثلا حاطت في دماغه ان ده فندق خمس نجوم طلعت لقيت الغرفة بتاعتي مش خمس نجوم خالص يعني الغرفة ما فيهاش تجهيزات اللي هما بيقولوا عليها مثلا الحمام مش نظيف السرير مش نظيف فيه حشرات مثلا يعني الغرفة مش زي ما انا طالبها مثلا اجي شغل التكييف لا التكييف بايز اجي شغل التلفزيون بايز ده طبعا بينزل من المستوى بتاع الفندق بداعي وبيخلي الاقبال على الفندق طبعا مش موجود خالص يعني بيخلي الاقبال عليه زيرو يعني احنا سمعنا عن فنادق بعد ما فتحت كانت جميلة جدا وبعد فترة قفلت ليه قفلت ليه لان جميع الاقسام اللي عندنا مش متعونة مع بعض ليه مش متعونة مع بعض الاشراف الداخلي مش شغال المطعم مثلا كل ما اطلب مثلا اكل ما يجليش الاكل زي ما انا عايز المسلا الاكل انا بطلب مواصفات معينة ما بيجليش المواصفات اللي انا عايزها ما فيش حاجة من اللي انا طالبها اتحققت يبقى انا اروح تاني ليه اروح تاني ليه الفندق ده ماشي عشان كده بنقول المدير الناجح لازم يبقى عامل موازنة ليه وموازنة طويلة المدى موازنة طويلة المدى لان طبعا انا لو عملت ميزانية كده يا دوبك على قد التشغيل والشغل بتاعي في الاول ده طبعا يا دوبك هيشغل الفندق ايه 3 اربع شهور سانة بالكتير بعد كده مش هلاقي فيه اقبال عليه لان انا مثلا خسرت ما جاليش ارباح ده ده ليه يعني ما جاليش ارباح ليه لان الفندق محققش الهدف بتاعه انا يا دوبك حاجة بسيطة كده ان انا مثلا يا دوبك حققت بعض الرغبات اللي موجودة للنزلة ليه لان انا الميزانية بتاعتي على قدها طب انا ليه بفتح مشروع من غير ما شوف الميزانية بتاعتي دي على قد المشروع ولا لا يبقى انا لازم واهم نقطة في المشروع بتاعي اللي هي الموازنة المالية بتاعة الفندق بتاعي بعد كده تحديد الهيكل التنظيمي المناسب للفندق يعني ايه تحديد الهيكل التنظيمي زي ما احنا لسه قيلين الهيكل التنظيمي بتاعي مش يا دوبك مدير وبعض العمال لا طبعا الهيكل التنظيمي بيبدأ من اول بيبدأ من اول المدير لحد اخر موظف عندي كل الموظفين اللي موجودين في الفندق يعتبر من الهيكل التنظيمي. ايه هو الهيكل التنظيمي؟ الهيكل التنظيمي اول حاجة المدير. المدير ده اللي هو بيدير الشؤون جميعا. شؤون الموجودة في الفندوق. يعني لازم يبقى عنده تقارير فورية عن كل قسم وتقارير مفصلة. ليه؟ عشان لو فيه قصور في بعض الاقسام لازم اعدل زي ما احنا قلنا قبل كده. لازم اعدل ويبقى فيه تطوير من العمل. ما ينفعش ان انا مثلا او ان انا مدير. وانا ما عرفش اي حاجة عن الفندق. لأ طبعا لازم اعرف كل تقارير وكل الاقسام وتجيلي تقارير مفصلة عن جميع الاقسام. كويس كده. بعد كده ان احنا الهيكل التنظيمي بعد كده بيبقى نائب مدير. نائب المدير ده وظيفته ايه؟ نائب المدير ده لما يبقى المدير مثلا مش موجود في الفندوق او مثلا فيه ظروف معينة مش موجود في الفندوق او نائب المدير ده ممكن يبقى في الفترة الليلية. طبعا المدير مش هيبقى مقيم في الفندوق. هيبقى طبعا له فترة معينة بيبقى فيه فترات راحة. في فترات الراحة دي بيبقى فيه نائب المدير. نائب المدير ده بيعمل جميع الأعمال اللي بيعملها مدير الفندوق بعد كده رئيس لكل قسم رئيس لكل قسم إحنا زي ما قولنا قبل كده إن فيه أقسام كثيرة عندي في الفندوق قسم الاستعلمات قسم خدمة الغرف قسم المطبع قسم المطعم قسم الحفلات وهكذا في جميع الأقسام اللي موجودة في الفندوق بعد رئيس كل قسم العمال اللي موجودين عندي في القسم العمال دول طبعا المشرف بتاع كل قسم او مدير كل قسم او المشرف بتاع كل قسم لازم يكون عنده خبرة كاملة عن القسم ليه؟ لانه بيبقى شغال اصلا من بداية القسم يعني ايه؟ مثلا خدمة الغرف او المطعم او المطبخ بيبقى عندي المشرف ده لازم يكون متدرج في جميع الوظائف دي بداية من الستيوارد اول حاجة في القسم لحد ما يوصل لفين؟ لحد ما يوصل لمشرف القسم او مدير القسم على فكرة ممكن بعد مشرف القسم او مدير القسم يبقى نائب المدير وممكن بعد كده يبقى هو مدير الفندوق عشان كده بنقول ما ينفعش ان احنا نعمل سقف معين للاهداف بتاعتي كلما نحقق حاجة عايزين نحقق الحاجة اللي بعدها كلما نحقق حاجة عايزين نحقق الحاجة اللي بعدها وده طبعا يعني هدف لجميع الطلبة والطالبات التعليم الفني اللي هو يعني يعتبر من اساسيات البلد دلوقتي لان البلد دلوقتي قيمة على التعليم الفني اللي هو المشروعات اللي موجودة في البلد ما ينفعش بقى كله بقى يعني ده كادرة كله صيادة لا كله مشاريع اشتغل في مشروع ما تقعدش اشتغل اشتغل لان البلد عايزة الكوادر الفنية دي عايزة المهارات دي وانت عندك مهارات كتير مدفونة انت مش عارف عنها حاجة لازم المهارات دي تشتغل على نفسك فيها ولازم تحط في دماغك ان انت في مشروع معين وانا عايزة حقق المشروع ده وحقق الهدف ده حتى لو اشتغلت في مشروع صغير هتكبر بعد كده ما تقولش لأ انا لازم اشتغل مدير لأ طبعا ما ينفعش ان انا اشتغل مدير قبل ما اعرف اي حاجة عن الشغلانة اصلا لازم اشتغل من الصفر يعني لازم ابدأ من الصفر وفي مشاريع كتير جدا في البلد بدئين من الصفر لحده ما وصلوا ما شاء الله يعني بقوا كوادر في البلد وبقوا حاجة مهمة جدا في البلد وطبعا البلد عايزة الكوادر ديت وعايزة المهارات الفنية دي بعد كده النقطة اللي بعد كده بنحدد العمالة المناسبة عندي ايه هي العمالة المناسبة عندي قلنا العمالة المناسبة عندي ديت لكل قسم عمالة معينة طبعا انا بعرف العمالة دي ازاي بعرف منه مقابلة شخصية طبعا كل بسات الفنية دي الفندق لازم يبقى فيه مقابلة شخصية ليه المقابلات الشخصية يعني أنا مثلا عايز أفتح قسم حفلات أنا ما عنديش قسم حفلات في الفندوق عايز أفتح قسم حفلات أجيب أي حد كده يشتغل في قسم الحفلات لا طبعا لازم أعمل إعلان وأشوف يا جماعة أنا هفتح قسم حفلات عايز منصق حفلات عايز مدير حفلات عايز مثلا مدير صالة عايز اللي هم بيزبطوا طبعا مدير الصالة ده بيزبط كل حاجة في الصالة كل حاجة طبعا المعدات بتاعتها الأدوات بتاعتها جميع المعدات اللي موجودة في الحفلات دي طبعا مش أي حد يجيلي كده أقوله طيب أنت هتشتغل مدير للحفلات لا ما ينفعش طبعا لازم في مواصفات معينة أنا ببقى محددها في الشروط بتاعتي اللي جاي يشتغل عندي أيا كان بقى مش لازم حفلاتي يعني أنا بقول مثلا مثلا لازم يبقى عنده لغة لازم يبقى ماهر في الكمبيوتر لازم يبقى شغال قبل كده مثلا خبرة سنتين أو ثلاث سنين أو خمس سنين حسب الشغل بتاعي في شوية شروط كده أو يعني بعض الشروط اللي أنا لازم أحددها عندي عشان أشغل الناس يعني ما ينفعش حد يقولي أنا جاي أشتغل عندك طب إيه فين الشروط طب وأنا أعمل إعلان من غير شروط لا طبعا لازم أعمل الشروط بتاعتي في الإعلان عشان مثلا حاصل على كذا عندي كذا وهكذا تمام كده يبقى أنا لازم العمالة بتاعتي أخطرها اختيار موفق ليه اللي أنا لو مثلا واحد قريبي تعالى اشتغل معي في الفندق واحد جاري تعالى اشتغل معي في الفندق وهو أصلا ما عندوش أي خبرة طب أنا الهدف بتاعي إن الفندق بتاعي يبقى كويس وبيحقق ربح هيحقق ربح إزاي وأنا أصلا ما عنديش كوادر ما عنديش مهارات ما عنديش ناس تشتغل كويس عندي في الفندق يبقى الفندق كده هيحقق ربح لأ طبعا لأنه ما فيش كوادر فنية عندي وما فيش مهارات تشغل تشغل الفندق بتاعي ده بأكبر قدر من المهارة أكبر قدر من المهارة أنتو دلوقتي طبعا في منكو بيشتغل في فنادق في أماكن مختلفة طبعا السياحة بعد الحمد لله ما بدأت تشتغل تاني الشباب بتاعنا بيشتغلوا في الأماكن السياحية المختلفة طبعا أنتو عارفين الشغل عامل إزاي ولازم يبقى عندك قابلية للشغل ما ينفعش أن انت تشتغل وانت ما عندكش قابلية للشغل أصلا يعني مثلا واحد جاي عشان يشتغل على حسب الإعلام أنه أنا عامله في الجرنان أو في التلفزيون جاي لقيت المهارات بتاعته يشتغل في قسم الإشراف الداخلي يقول لي لا أنا مش هشتغل في الإشراف الداخلي طب ليه الإشراف الداخلي ليه لا أصله يعني وهشتغل في الغرف وهشتغل لا طبعا انت لازم يبقى عندك قابلية للشغل بتاعك ما ينفعش أن أنا أقول له لا انت هتشتغل في الإشراف الداخلي وهو ما عندوش قابلية أصلا لأن كل واحد ما بيجي يشتغل في المكان اللي هو حبه أو المكان اللي هو يعني يقدر يبدع فيه أكيد أكيد هيطور منه وهيطور من نفسه أكيد لأن طبعا أنا ما اشتغل في مكان بحبه هتطور فيه وخليه أحسن مكان وطبعا أنا لو اشتغلت بكفاءة طبعا المزير هيديني مكافأة أيا كانت المكافأة بقى مكافأة مادية مكافأة معنوية مكافأة إدارية اللي أنا مثلا أترقها في الوظيفة بتاعتي أو أيا كان الحافز اللي هو يدهوني طبعا الحوافز دي دي برضو بعد كده هنعرفها بعد كده أصول التجهيزات اللازمة للتشغيل الفندق يعني إيه أصول التجهيزات اللازمة للتشغيل الفندق يعني مثلا أنا عندي فتحت صلت حفلات زي ما احنا قل قلت إن أنا هفتح صلت حفلات صلت حفلات أنا ما عنديش إمكانيات لصلت الحفلات أصل أنا ما عندي يدوبك مكان صغير ما يكملش خمس أفرق خمسين فرد مثلا أنا لو حد جالي مثلا وقال لي أنا عايزة أعمل فرح هقوله خمسين فرد لا طبعا ما ينفعش لازم تجهيزاتي تكون قد المشروع اللي أنا عامله زي ما احنا قلنا طبعا التجهيزات دي مرتبطة بالميزانية اللي احنا قلنا عليها قبل كده ما ينفعش أن أنا أعمل تجهيزات وأنا ما عنديش ميزانية طب ماشي أنا عملت المشروع الميزانية دي بتحددي تجهيزات التجهيزات دي أنا هعملها إزاي وأنا ما عنديش موازنة أصلا ما عنديش ميزانية يبقى أنا إزاي هاشتغل في المشروع ده إزاي هطور منه أنا صلت الحفلات دي مثلا أنا عايزة أفتحها عشان تدخلي دخل إزاي هدخلها هشغلها وإزاي أصلا أنا ما عنديش تجهيزات لها يبقى أنا لازم عشان أبدأ في مشروع لازم أعمل حسابي في التجهيزات بتاعت المشروع دي ما قلش مثلا الميزانية دي على قد التجهيزات وأجور العمال وتجهيزات بسيطة للمطبخ والمطعم وبعض التجهيزات لا طبعا لازم أعمل ميزانية للتجهيزات لكافة المناطق اللي موجودة عندي في الفندق تمام كده يبقى أنا لازم أعمل تجهيزات والتجهيزات دي لازم تبقى على مستوى الفندق بتاعي ما ينفعش أن أنا أعمل فندق خمس نجوم والتجهيزات بتاعتي يدوبك على قد ده طبعا يعني ده ما ينفعش خالص لأن التجهيزات بتاعتي تبقى على مستوى الفندق بتاعي عشان زي ما احنا كلمنا قبل كده لما العمال بيجيلك ويشوف مستوى الفندق بتاعي مش على قد التجهيزات بتاعتي أنا داخل الغرفة وعارف أن الغرفة دي فيها تكييف أجل شغل التكييف التكييف يدوبك صغير مديني شوية هوا أو حطت مروحة طب أنت أعيل أن فيه تكييف المكان بتاعك أصلا لازم يبقى فيه تكييف لأن مثلا فيه أماكن يبقى فيها المناخ بتاعها لازم يبقى فيه تكييف أعمل الفندق بتاعي في مكان يبقى فيه تكييف وأعمل مروح لا طبعا أنا مش هلاقي حد يجيلي أساسا تمام كده يبقى احنا لازم يبقى عندنا تجهيزات مناسبة لتشغيل الفندق ومناسبة لمستوى الفندق بتاعي بعد كده توفير رأس المال المناسب للعمل اللي هي توفير رأس المال المناسب للعمل اللي هو الموزنة اللي أنا عملتها قبل كده قلت مثلا الموزنة بتاعتي الفندق بتاعي ثلاث نجوم لسه على قده لسه فيه بدايته أعمل موزنة صغيرة كده مثلا طب أنا هجيب رأس المال من إيه قلت مثلا هاخد قرد هاخد مثلا هدخل حد معي شريك هدخل مثلا يعني حاجة على 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 قدها كده طبعا أنا ما ينفعش إن أنا أبدأ مشروع وأنا ما معايش رأس مال أنا لازم وأنا بعمل الموزنة أعرف أنا هجيب رأس المال منين ما ينفعش إن أنا أقول الفندق بتاعي هفتحه يا دوبك تلت نجوم لأ ما أنت تلت نجوم يبقى أنت فيه رأس مال برضو لازم رأس المال ده تبع التجهيزات بتاعتي وتبع الموزنة بتاعتي ولازم الرأس المال بتاعي يكفي أجور العاملين وتجهيزات ومستوى وجميع الخدمات الموجودة لازم على قد المستوى بتاعي اللي موجود في الفندق يبقى أنا ما أقدرش أعمل المشروع إلا برأس مال يكفي ده كله ورأس مال لمدى طويل يعني ما ينفعش إن أنا أقول رأس مال لتلت أربع شهور لأ طبعا ما أنا لو قلت رأس المال بتاعي هيكفي تلت أربع شهور وأنا رأس المال بتاعي يدوبك على قده والناس لسه ما جاتش وما غطاش الميزانية بتاعتي يبقى أنا كده هقفل لمشروع بتاعي يبقى أنا كده مش هحقق الهدف بتاعي هقول بقى لأ ده الناس ما جاتش لأ طبعا أنا اللي تكاسلت في عمل موازنة لية ليه لأننا لو عملت موازنة صحيحة من الأول وعملت شغل جيد وإدارة فعالة ومدير فعال وتخطيط جيد طبعا ده يبقى أكيد إن أنا الهدف بتاعي هيتحقق ليه لأن أنا من الأول بدت صح الموازنة بتاعتي الهدف بتاعي من خلال الموازنة بتاعتي الموازنة بتاعتي لو مش طح الميزانية بتاعتي رأس المال مش طح يبقى أنا كده الهدف بتاعي مش هيتحقق أصلا خلاص يبقى أنا معي رأس المال أهم حاجة مناسب لإيه للعمل بعد كده وضع نظام للحوافز العاملين زي ما إحنا قلنا طبعا كل شخص من الأشخاص اللي بيشتغل عندي لازم أدي له حوافز إحنا قلنا ممكن حافز مادي إن أنا أدي له مكافأة ألاقيه شغال كويس أدي له مكافأة كل فترة مثلا أحفزه إن هو يشتغل طبعا الحوافز دي بترفع من روح العمال المعنوية جدا 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 بتخلي العامل يشتغل كويس على فكرة العامل مش معنى إن هو اسمه عامل يبقى عامل لأ طبعا كل واحد شغال في الفندق بداعي اسمه عامل من أول المدير لحد آخر عامل في الفندق يبقى إحنا قلنا حافز مادي اللي هو إن أنا أدي له حوافز مادية كل فترة حافز معنوي إن أنا مثلا وهو بيشتغل إيه الحلوة دي إيه الجمال ده إيه ده شغلك ممتاز ده أنت تطورت في الشغل بتاعك ده أنت ما شاء الله عليك يعني كده الروح المعنوية دي بترفع من الشغل جدا يعني من روح العمل في الفريق والشغل ده بيخلي الناس مع بعض تشتغل حلوة قوي ليه؟ لأن أنا مثلا لو في ناس شغالين مع بعض مجموعة من الأفراد شغالين في قسم واحد وأنا مثلا ميال لواحد معين والشخص ده مش شغال قدي كده زي الناس الثانية أجي أقول له إيه؟ لأ ده أنت شغلك ما شاء الله ده أنت شغلك أحسن مهارة وإنت ما شاء الله عندك مهارات وشغال كويس طبعا ما ينفعش ليه؟ لأن كل واحد بيشتغل لازم ياخد لازم ياخد الحافز بتاعه أنا دلوقتي داخل بقول للواحد ما بيشتغلش أصلا أنت ما شاء الله عليك وشغال كويس وسيب واحد شغال أصلا وما بدلوش كلمة حلوة ده كلمة الحلوة صدقة حتى يعني بتخلي روحه المعنوية ترتفع أنت دلوقتي جاي على واحد مش شغال وبتقول له أنت شغال طب أنا خلاص مش هشتغل زيه وعشان تقول لي ده أكيد يعني أكيد أي واحد كده تاني حاجة الحافز اللي هو في الوظيفة يعني أن أنا مثلا في بعض الشركات بتدي حوافز مثلا أجازات كل فترة عشان مثلا حققوا ربح معين في المشروع أو مثلا في وقت الأجازات اللي هي الصيفية بدلهم مثلا شهر أجازة مثلا أو أعمل لهم شواء معينة عشان أديهم حافز أن هم يروحوا مثلا يصيفوا أو كده ده يعتبر حافز مادي برضو ليه لأن أنا بخليهم يروحوا يرفعوا عن نفسهم عشان يجوا بطاقة إيجابية أن هم شغالين معايا بقدر المستطاع ويدوني تطوير في العمل أكتر وأكتر لأن كلما الواحد بيحس أنه هو روحه المعنوية مرتفعة كلما يطور في العمل بتاعه وكلما يشغل أكتر طبعا ده يعني أنتوا عارفيني الكلام ده لأنه أنتوا طبعا أكيد شغالين في أي مجال من مجالات السياحة وأنتوا عارفيني أن الحوافز ديات بتعلي من روح الأعمال المعنوية بعد كده تخطيط استراتيجية واضحة لإدارة العمل يعني إيه تخطيط استراتيجية الاستراتيجية ديات اللي هي خطط العمل إحنا قلنا كل خطة من خطط العمل كل جزئية من أجزاء بتاعدي العمل بيبقى فيها تخطيط قلنا في أول المشروع خالص لازم يبقى فيه تخطيط يعني إيه تخطيط إن أنا مثلا أقول أول حاجة هعمل الهدف بتاعي أحقق الهدف بتاعي طبعا مثلا أنت طالع بيتك في الدور الثاني هينفع إن أنا أطلع السلمة الثالثة قبل السلمة الأولى ماينفعش طبعا في حاجة اسمها استراتيجية يعني تخطيط يعني مراحل مراحل في تخطيط العمل هي مراحل التخطيط العمل دي إن أنا أبدأ من أول سلمة زي ما قلتلكم ماينفعش إن أنا أول ما أروح أشتغل أقول له ما أشتغل مدير يا أشتغل مدير هو أنت أتماشي ضم أنا لازم أشغلك عندي الأول أشوف إيه إمكانياتك وإيه مهاراتك عشان أعرف أقول إن أنت هتبقى في أنهي مكان زي ما أنتوا عارفين إن لازم يبقى فيه تيست كده ثلاث شهور من ثلاث شهور لست شهور في أي مكان بتشتغل فيه عشان يشوفوا مهاراتك أنت هتكمل معانا ولا مش هتكمل معانا أنت أحسن مجلك إيه مثلا أنا في ناس مثلا موجودة عندي في الفندق اشتغلوا في قسم المطبخ لقيت الأكل بتاعهم ملهوش إقبال قوي طعمه مش حلو مثلا عايز تجديد كل مرة بيعملوا هي هي نفس الأكلات لأ دول أغيرهم وشوف كوادر تانية وشوف هو عنده مهارات إيه تانية أشوف عنده إيه مهارات تانية ما مشهوش لا طبعا أشوف عنده مهارات إيه ووديه في المكان اللي المهارة بتاعته ممكن يطور فيها ممكن يطور فيها يعني مثلا ممكن بتاع المطبخ اللي أنا حطيته في المطبخ ده ممكن يبقى عنده مهارة مثلا في تقديم الطعام ممكن أدخله المطعم يقدم الطعام طبعا في المطعم زي المطيف أو أشغله مثلا برضو ثلاث شهور في المطعم عشان أختبره إزاي هو أشغال في المطعم مثلا ممكن ألاقيه عنده مهارة في استخدام الحاسب الآلي اللي هو الكمبيوتر يعني أشغله عندي في الإدارة عنده مهارة معينة في أي قسمة في الفندق يبقى أنا لازم أستغل المهارات دي عندي في الفندق ما ينفعش إن أنا أقول مثلا لا منت ما تنفعش لا امشي لا طبعا أنا فيه كل واحد عنده مهارة معينة في حاجة معينة لازم أستغلها لأن طبعا لو ما استغلتش الشباب من اللي هيشتغل عندي الشباب هم دول اللي بيشتغلوا هم دول اللي المفروض المستقبل لهم يبقى لازم أفتح فرص للشباب عشان الشباب دي لو ما استغلتش المهارات بتاعتها عمري ما هتقدم ولا عمري ما هعرف أحقق الهدف المنشودة لي بعد كده الاستراتيجية اللي احنا قلنا عليها دي اللي هي خطوات للشغل بتاعي الخطوات دي زي ما احنا قلنا ما ينفعش إن أنا أطلع السلمة الثالثة مرة واحدة لا أطلع سلمة سلمة يبقى السلمة الأولى وبعدين السلمة الثانية وبعدين السلمة الثالثة لحد ما وصل للهدف بتاعي أنا ما أقولش إن أنا مثلا بقى حقق الهدف بتاعي من أول مثلا أبقى مدير زي ما احنا لسه أقلين دلوقتي لا أشتغل وحدة وحدة عشان أشوف إيه المهارات بتاعتي وإيه هي الكوادر بتاعتي اللي موجودة عندي بعد كده تحديد معايير الأداء العمال الوظيفية اللي عندي اللي احنا لسه يلينا عليها دلوقتي إيه تحديد معايير ومعدلات أداء العمال أنا ما قلت دلوقتي في قسم معين من الأقسام شغلت مثلا بعض الأشخاص عندي لقيتهم ما حققوش الأداء الفعال اللي أنا عايزه ما حققوش الهدف اللي أنا عايزه زي ما احنا قلنا المطبخ المطبخ دلوقتي الشخص ده ما حققش الهدف بتاعي إن النائل العمال اللي عندي في الفندق يقبله على الأكل عندي لأ طبعا يعني أداء العامل هو اللي بيحدد لي كفقته وهو اللي بيحدد لي الكوادر بتاعتي وهي دي المعايير بحط شوية معايير يعني إيه معايير؟ يعني شروط بحط شروط للعمال اللي عندي دول أدوا الأداء الأمثل الأداء الكافي إنهم يحققوا الهدف بتاعتي الفرعية والأساسية بتاعتي حققوا تطوير في العمل بتاعهم يبقى أنا كده ما حققتش الهدف بتاعي يبقى أنا كده المعايير بتاعتي كلها ما تحققتش المعايير بتاعتي دي هي دي بداية الاستراتيجيات بداية الاستراتيجيات اللي احنا لسه نقطة القابلة دي على طول بداية المعايير دي همحقق كل هدف من الأهداف بتاعتي ومعايير العمال بتوعي في الأداء بتاعهم يبقى كده حققت أول نقطة وأول خطوة في الاستراتيجيات بتاعتي الاستراتيجيات دي يعني إيه الاستراتيجيات اللي احنا قلنا عليها؟ خطوات لتحقيق الأهداف يبقى الأداء الفعال للعمال اللي موجودين عندي هم اللي بيحددوا لي الاستراتيجيات اللي انا هشتغل عليها يبقى أكيد يبقى أنا أكيد حقق الهدف بتاعي مدام الأداء الفعال أنا مبسوط منه وحقق لي أول هدف من الأهداف بتاعتي وأول خطوة من الخطوات بتاعتي بتاعت الاستراتيجيات اللي هو أول سلمة اللي هي الأداء الفعال للعمال اللي موجودين عندي أيا كانوا أيا كان القسم أنا ما بقولش عمال يعني عمال صغيرين لا أيا كان القسم اللي موجود عندي في الفندق بعد كده تصميم طرق العمل وتعليمات وتوصيف الوظائف يعني إيه؟ أنا 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 مثلا طرق العمل ما ينفعش أن أنا أقول مثلا لواحد داخل إشراف داخلي أن أنا مثلا أنا هدخلك إشراف داخلي وهو ما يعرفش حاجة عن إشراف الداخلي لازم يبقى عنده دراية بالإشراف الداخلي وقوله أنت هتعمل إيه بالزبط أنت هتعمل إيه بالزبط في الإشراف الداخلي طبعا لما العامل يبدأ يعرف هو هيعمل إيه؟ يبقى الأداء بتاعه أداء فعال يبقى الاستراتيجية بتاعتي هتكمل يبقى بداية الخطوة بتاعتي هتبدأ يبقى السلمة الأولى بتاعتي هتبدأ يبقى أنا كده ممكن أوصل للأهداف الفرعية والأهداف العامة بتاعتي وهبدأ كده في تحقيق مشروع منشود ومشروع كويس جدا طبعا إحنا النهاردة خدنا تعريف الإدارة الفعالة وتعريف المدير الناجح باشتغل إزاي وإيه هي الكوادر بتاعته وإيه هي الخطوات بتاع إنشاء إدارة فعالة علشان أحقق الأهداف العامة بتاعتي والأهداف الفرعية طبعا في القناة ياريت ياريت بعض الاستفسارات عايزة أشوفها منكم والتفاعل بتاعكم معي عشان لو فيه أي استفسار أو فيه جزء مثلا ما فهمتهوش ممكن أقدر أفهمه لكم الحلقة الجاية إن شاء الله وأرجو لكم التوفيق والنجاح بإذن الله إن شاء الله بإذن الله وشكرا لكم موسيقى 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 موسيقى